اشتركوا في القناة متوحشون انيابه حمراء عجل فقد ضمأ الحسام لضربة علوية ولها النفوس ضماه لتفجر الدنيا بزلزال الهدى ويقام يوم الحشر وهو جزاه عجل فغادي كل ارض كربلا فينا وكل ليوم عاشراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا المحلال بعد أن شرت عليهم الزود في درجات ماذي الدنيا الدنيا وزخرفها وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثنى والثنى الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنتهم جنتك إلى أن أخرجتهم من غاة وبعض حملتهم في فلكك ونجيتهم ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرتهم تكليما وجعلت وجعلت له من أخيه غدا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علمان هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزا إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد الله صلى الله عليه وآله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من خلقتا وصفوتا من اصطفيتا وأفضلا من اجتبيتا وأكرم من اعتمدتا قدمته على أنبيائك وبعدته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائين وميكائين والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولا أكره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيلا إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذوا من خذله وقال من كنت أنا نبيا فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علما وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عذاتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوبهم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بادي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمال وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبقوا بقرابة في رحمه ولا بسابقة في دين ولا يلحقوا في منقبتهم من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتلوا على التأويل ولا تأخذه في الله لومة أولئهم قد وترى فيه صناديد العراب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم فأودعا قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرية فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحباه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتث الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء والدين إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقطنا من قتل وسبيا من سبي وأقصيا من أقصي وأقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكرون وأيام فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخي الصارخون ويضج الضجون ويعج العجون أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين أبناء الحسن؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاغرة؟ أين أعلام الدين؟ وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمان؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المتخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمن لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيم عالم الدين وأهله؟ أين قاصموا شوكة المعتدين؟ أين هادموا أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصدوا فروع الغي والشقاة؟ أين طامسوا آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطعوا حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتات والمردة؟ أين مستأصلوا أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء؟ ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحبوا يوم الفاتح؟ وناشروا راية الهدى؟ أين مؤلفوا شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالبوا بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدمه؟ أين الطالب بدمه؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين بن النبي المصطفى وابن علي المرتبى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهدات المهديين يا ابن الخيرة المهببين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطنفرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهوبي الثاقبة يا ابن الأنجم الزامرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابنى النبأ العظيم يا ابنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابنى الآيات والبينات يا ابنى الدلائل الضاهرات يا ابنى البراهين الواضحات يا ابنى البراهين الواضحات الباغرات يا ابنى الحجج البالبات يا ابنى النعم السعرات يا ابنى طهى والمحكمات يا ابنى ياسين والذاريات يا ابنى الطور والعاديات يا ابنى من دنا فتدلا فكان قاب قوسين يا ودنا دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثراء برضواء أو غيرها أمديط عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى لا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل مننا بنفسي أنت من نازح ما نزح عننا بنفسي أنت منية شائقية مننا من مؤمني ومؤمنتي ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضارى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناها عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك الوراء عزيز علي أن يجري أن يجري عليك دونهم ما جرى المن معين فأطيل معه العويل والبكاء المن جزوعين فأساعد جزعه إذا خلا هل قبيت عين فساعدتها عيني على القذاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى ألي اتصلوا يومنا منك بعدة فنحضى متى نرجو مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذر مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعدائك بوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحاق وقطعت دابرا المتكبرين واجتثبت أصولا الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين عغيدك المبتلى وأغيث سيده يا شديد القواة وأزل عنه به الأسى والجواة وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتغى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشوداء من خلصائك اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأزرار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنتي محمد الله الله عليه وآله وعلى من استفيت من آبائه البرره وعليه أفضلا وأكملا وأتام وأدوما وأكثر وأوفار ما صليت على أحد من أصفيائك وخيارتك من خلقك وصلي عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقيم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أوليائك وأدلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إله والإجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا برضاه يا الله ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننالوا به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة واظنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية يا الله وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائبا لا رمأ بعده يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحب لنا يا كريم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره إلهنا بالحسين يا الله عجل وليك الفرج يا الله ارضي عنا إمام زماننا يا الله شافي وعافي جميع المرضى ارضي حوائجنا للدنيا والآخرة تقبل منا هذا القليل بكرمك يا كريم وإلى شرف النبي وآله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح خدمة الحسين الشهداء العلماء من مات على ولاية أمير المؤمنين أموات الحاضرين السامعين المؤسسين بل لغ الله هم الجميع ثواب الفاتح مع الصلوات